ترجمة نانسي قنقر وثلاثة هنا العدد الكثري هنا اثنان ثلاثة 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 قوة الأولى والثانية والثالثة الأس ناقس 2 الأس 4 الأس 3 و لا يوجد نفس الأس الأساس مختلف 2 على 5 3 على 4 و 16 على 9 ولكن لاحظوا جيداً ما بين الأعداد الكسرية نظرها على الأساس لاحظوا جيداً 16 على 9 16 ما هي 16 نور مرمو هي 4 في 4 وتسعة هي نور مرمو 3 في 3 و 4 في 4 لدينا عملية الضرب المكرر إذن هي 4 أس 2 و 3 في 3 هي 3 أس 2 لاحظوا جيداً عندنا 4 أس 2 على 3 إذن ما هي 4 على 3 ألقل أس 2 لاحظوا هات 4 في كينة كينة في الأساس 3 على 4 و كينة في المقام ولكن عن نوع الطريق سنخدمها سنردها 4 في البسط إذن ألقينا الحل إذن نبدأ الخدمة إذن يساوي 2 على 5 قوة الأولى المنقصه هاش الكل أس 2 3 على 4 الكل أس 4 سنجد الخدمة في هذه القوة سنردها على شكل 3 على 4 لاحظوا جيداً عندنا 16 قلنا 16 هي 4 أس 2 و عندنا 9 هي نور مرمو 3 أس 2 لهي ماذا؟ 4 أس 2 على 3 أس 2 القاعدة تقول A أس 2 على B أس 2 خارج قوتين لهما نفس الأس و ندره و نكتبه العادل الكسري و نرفعه بذلك الأس المشترك إذن نقدر ندره 4 على 3 الكل أس 2 و لا ننسى هذا الأس يعني الكل أس 3 إذن سنكمله إذن 2 على 5 الكل أس 2 ثلاثة على 4 الكل أس 4 هنا 4 على 3 الكل أس 2 الكل أس 3 هذه قوة 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 ندره كم ضربه الأس في الأس إذن كشحكي ساوي 4 على 3 الكل أس 2 الكل أس 3 الكل أس 4 الأساس ديالها ثلاثة على أربعة و هنا الكل أس 3 ولكنني واحد للقاعدة على ضرب القوى قوة 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 تест sacrific acts ولم ن Scar helpful و لكن كان المقلوب قوة 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 0 Erновاءсь و لكن المقلوب سن T نصنع قوة центр و رمض الأس penso لا إذا سوف نرى المقلوب المقلوب هو 4 على 3 هو 3 على 4 الكل اس ماذا ناقص 6 إذا سوف نقوم بعمل 3 على 4 الكل اس ناقص 6 هذا هو 3 على 4 الكل اس أربعة وهنا كان لدينا 2 على 5 الكل اس ناقص 2 جيد إذا سوف نقوم بعمل جيدا القوة الثانية هذه والقوة الثالثة عندهم نفس الأساس يكفي أن نجمع الأوس مع الأوس إذا 4 زائد ناقص 6 وهذه ناقص 6 4 ناقص 6 تساوي ناقص 2 الكل 4 ناقص 6 وهي ناقص 2 ناقص 2 وعنا 2 على 5 الكل اس ناقص 2 اللي بغيت نشيل لها التمالي اللي كنديرو على شكل فرط الفرط التجريبي رقم واحد في درس النشر والتعميل والمتطابقات الهامة ودرس القيوة ودرس جذور موربعة سوف ننشره في المجموعة على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت جرينيت يعني مع العشرة سوف ننشر لكم الفرط في المجموعة الرياضيات مع حامد وعلي ولكن اللي أريد أن نصح له الفرط يصف قبل 11 إذا لاحظوا جيدا نكمله 2 على 5 الكل اس ناقص 2 ثلاثة على 4 الكل اس ناقص 2 قوتين يعني أنه جداء قوتين لوما نفس الأس لديكم القاعدة لكي تذكرونها قوتين وما نفس الأس إذا نضع أ في ب نضع الاسس الكل اس المشترك أستوى 2 على 5 ثلاثة على 4 الكل اس المشترك هو لقص 2 إذا نحيط القاعدة ونكمله 2 على 5 في 3 على 4 لاحظوا جيدا 2 في 3 نضرب البسط في المقام في المقام 5 في 4 لاحظوا جيدا 2 في 2 الكل اس ماذا الكل اس ناقص اثنان سوف نختاز له بواحد الجوش ما تبقى بالبسط 3 على 5 الكل اس ماذا معذرة في المقام 5 في 2 هي 10 3 على 10 الكل اس ناقص اثنان ليهي 3 على 10 تكتبوها بطريقة اخرى نضرب المقلوب 3 على 10 الكل اس ناقص اثنان ليهي اثنان 3 على 10 السؤال الثاني اكتب على شكل قوة العدد 10 هنا نحول التعبير على شكل قوة العدد 10 يعني نكتب على شكل 10 اس ناقص اثنان يلا نبدأوا لاحظوا جيدا عندنا 10 اس خمسة لكل اس ناقص اثنان نقدروا نحسبها هذه قوة قوة نضربه الاس خمسة الاس خمسة ناقص اثنان هي ناقص اثنان 10 اس ناقص اثنان مائة 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 هي 10 اس اثنان لاحظوا جيدا 0.05 سنكتبها على شكل قوة العدد 10 لاحظوا جيدا سنحول الفاصلة فاصلة مائة مائة لا سنحولها اليامين سنضربها الاخمسة سنضربها نحول الفاصلة من اليسار اليمين نضربه 10 اس ناقص الاس يكون سالب ما هي العدد الأصفال هنا واحد ثلاثة او عدد مرات تحول الفاصلة فاصلة الأصلية ثلاثة او كيفينOS إلا فيحسبك الأصل ثلاثة ثلاثة الآخر او كيفين الأقواس نضرب الخاصة ثلاثة نعي questions أنت excel اثنان لنقوم بكثيراً نقوم بخضوة 0.0.0.1 قام بحضرة قاعدة نذكرها 10 نقوم بحضرة هي 0.0.0 نقوم بحضرة نقوم بحضرة ن نقوم بحضرة نقوم بحضرة لنقوم بحضرة إذن قدروا نديروا 10 أس ناقص شي حاجة حضير الأصفر 1 جوج 3 أربعة إذن أس ناقص أربعة ولكن من ساوش الأس ناقص إثنان؟ الكل أس ناقص إثنان إذن هذا جيد نكمل الخدمة 10 أس ناقص 10 نكتبوها هذا 10 أس إثنان الكل أس ناقص ثلاثة قوة قوة نضرب الأس في الأس يعني 2 في ناقص ثلاثة 10 أس ناقص ثلاثة ده بعدنا 5 في 10 أس ناقص ثلاثة الكل أس إثنان على شكل A A في B ماذا نوزع لهم الأس إذن A أس آن في B أس آن إذن هي 5 أس إثنان في ماذا؟ 10 أس ناقص ثلاثة الكل أس إثنان هذي إذن ضربوا الأس في الأس إذن 10 أس ماذا؟ أس ناقص ستة جيد على 25 في 10 أس ناقص خمسة محسبوها القوة 10 أس ناقص أربعة الكل أس ناقص إثنان هي ناقص أربعة في ناقص إثنان هي 8 إذن هي 10 أس تمانية لاحظوا جيداً هات 5 أس إثنان الذي كان في البصد 25 نورمال إذن 25 أس في البصد و 25 أس في المقام نحتاج له بها كتساوي 1 لذلك كذلك نفعله لاحظوا جيداً البصد عندنا القوة 10 نجمع الأس مع الأس مع الأس وإذن كتساوي كتساوي 10 ناقص عشرة ناقص 6 ناقص 16 و ناقص 6 هي ناقص 22 إذن 10 أس ناقص 22 وهنا في المقام 10 أس ناقص 5 في 10 أس ثمانية 10 أس ناقص 5 زائي 8 كنجمع الأسين ناقص 5 زائي 8 8 ناقص 5 وهي 3 ودبعا نطبقه هنا في البصد لدينا قوة العدد 10 وفي المقام قوة العدد 10 النواح القاعدة A أس 2 على A أس B قوتين لهما نفس الأسد الخارج كنجمعه 10 أس ناقص 22 ناقص الأس ذي القوة اللي كان في المقام إذا تساوي 10 أس ناقص 25 ناقص 22 ناقص 3 تساوي ناقص 25 السؤال الثالث إعطي الكتابة العلمية للعدد C يساوي عندنا حضر الأصفال 1 جوج 3 ربعة 5 ستة إذن 35 مليون من المقام نستخدم الكتاب العلمي كانت كتاب العلمي اخيرا الفاصلة الأصلية كانت مقاما أولا كتاب العلمي كتاب العلمي سنكتبوها على أن اضر العلمي على شكل A في 10 أس!!! بشرط أن يكون هذا العادد المضروف القوة عشرة أي يكون إما محصور ما بين واحد وعشرة قص ما يساويش عشرة ولكن أكبر من أسوه وعود الثاني محصور ما بين ناقص عشرة وناقص واحد إذن الكتابة العلمية هي هذه ع في عشرة أس آن وعادة صحيح نسبة يقدر يكون عادة موجة كنظر على الأوس أو عادة سالة الفاصلة الأصلية هنا في هذه العادة 35 مليون كنها هنا إذن قصنا نحول الفاصلة لكي يكون لدينا واحد العادد محصور ما بين واحد وعشرة قصنا نحولها اليسار يعني من اليامين إلى اليسار في غد نحول هذه الفاصلة إذا حولناها لا يغد تكون لدينا 35 إلا 35 ما محصور ما بين واحد وعشرة فراكبر من عشرة إذن قصنا نحول الفاصلة فينا نحولها ثلاثة إذن قصنا نحول الفاصلة حتى الثلاثة إذن العادد يكون لدينا يكون عندنا ثلاثة فاصلة خمسة ولكن واحد قاضية مني كان حول الفاصلة من اليميني الى اليسار كنضرب في عشرة القوة عشرة أس الأس كيكون عدد موجب دا بك قد نديرو هذا الأس أنا أقول لكم قد نديرو الأس قد تحسوش حال عدد حولنا الفاصلة الفاصلة الأصلية كانت هنا لاحظوا جيدا ها المرة ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها ربعة ها خمسة ها ستة ها سبعة حقنا ثلاثة ها سبعة مرة إذا عشرة وهو السبعة جيد حولنا الفاصلة سبعة ديال المرات واحد ها جوج ثلاثة ها ربعة ها خمسة ها ستة ها سبعة إذا ثلاثة فاصلة خمسة في عشرة والسابعة ننتقل لهذا العدد سيفر فاصلة سيفر 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 جوج نديرو الأول الكتابة العلمية هذا العدد يجب أن نحول الفاصلة ما من اليساري إلى اليمن أو من اليمن إلى اليسار لاحظوا أننا نبدأ بصفر إذا أردنا أن نحول اليمن لماذا؟ لأن العدد المحصور بين 11 و 10 كان على اليمن يجب أن نحوله نحوله هنا لا إذا أردنا أن نحول الفاصلة حتى الجوش إذا الفاصلة الأصلية هنا إذا سنكتب الجوش ولكن هناك تأتي نحول الفاصلة من اليساري إلى اليمين نضربه في 10 القوة 10 ولكن الأوس يكون عدد سالب يعني ندره ناقص ودبا نحسب إما نحسب عدد الأصفر ما هو عدد الأصفر؟ 1 جوش 3 4 5 إذا نناقص 5 أو ما حالما نحول الفاصلة؟ الفاصلة الأصلية هنا إذا 1 جوش 3 4 5 إذا 10 أوس ناقص 5 جيد وقتلنا فيه 10 أوس ناقص 4 ودبا يكفي راح نريد أننا 3.5 هنا أو عندنا فيه 2 3.5 في 2 3.5 في 2 يعني 7 وهنا عندنا القوة 10 10 أوس 7 في 10 أوس ناقص 5 في 10 أوس ناقص 4 يكفي أن نجمع الأوس مع الأوس إذا 10 أوس 7 زائد ناقص 5 وهي ناقص 5 زائد ناقص 4 هي ناقص 4 ثم ناقص 5 ثم ناقص 5 ثم ناقص 5 ثم ناقص 5 اللاء الآن كنا نضع فقنا نضع ثم نضع 4 سوف ناقص 4 ثم نضع على شكل ثم ناقص 5 ثم ناقص 10 ثانا بدو ثلاثة مص الثلاثة زائد خمسة في عشرة أقول نبني كنحول الفاصلة من اليساري إلى اليمين كنديرو القوة لأس كيكون عدد سالي إذا نديرو ناقص شحات الأصفال لأننا ثلاثة أو مرات نحسب عدد مرات حول الفاصلة يعني بدلنا الفاصلة إذا هل مرات الأولى هالتانية هالتالتة إذا شحات الأصفال لأننا ثلاثة نديرو ثلاثة ناقص ثلاثة جيد هنا في المقايا عندنا خمسة في عشرة أس ناقص إثنان لاحظوا جيدا في البصر عندنا خمسة وفي المقايا عندنا خمسة نختازل بهم كيف يمشيوا شنو بقى لنا قليل العادة نكتبوه حنا بوحدته هنا في عشرة أس ثمانية في عشرة أس ناقص ثلاثة قوة لما نفس الأساس نجمع الأس إذا ثمانية زائد ناقص ثلاثة هي ثمانية ناقص ثلاثة ليهي خمسة ودع عشرة أس ناقص إثنان ندره هنا تحتد العادة القوة عشرة أس خمسة جيد هل الكتابة رأت تسوي هل الكتابة رأكيف كيف إذا تسوي ماذا خمسة وعشرون فيه عشرة أس خمسة على عشرة أس ناقص إثنان أس آن على أس بي خارج قوتين لو مانس الأساس ماذا نقوم كنكتبوه هذا الأساس وكندره طرح الأس إذا عشرة ندره خمسة ناقص الأس دي القوة لكن في المقام ما تدره ناقص إثنان مباشرة كلا رأت تسوي في القوة دي المقام رأت ناقص إثنان إذا تدره بين الأقوص جيد وهذا ناقص ناقص إثنان أرغم المهم وهي زائد إثنان لك تسوي خمسة وعشرون في عشرة رأس خمسة زائد إثنان خمسة زائد إثنان خمسة زائد إثنان هي سابعة واش سالينا؟ واش كتبنا الدي على شكل اعطينا الكتابة العلمية لدي خمسة وعشرين في عشرة و سابعة كنا ناقص أن يكون محصولا ما بين واحد وعشر لاحظوا جيدا الـ 25 لا يحصل بين الـ 1 و 10 يجب أن نقوم بعمل الكتابة العلمية لعادة الـ 25 لعادة الـ 25 هي الفاصلة الأصلية ركي نفتالي يجب أن نحويلها الجوج يجب أن نقوم بعمل 2.5 ما حال مرة حولنا الفاصلة؟ مرة واحدة فقط تركت هنا حولنا الجوج يجب أن نضربه في 10 أس عدد موجب ما حال مرة تحول الفاصلة مرة واحدة؟ يعني 10 أس واحد في 10 أس سابعة إذن 2.5 هنا 10 أس واحد في 10 أس سابعة قوتينين وما نفس الأساس نجمع الأس سين إذن 1 زائد سابعة لهي 8 إذن 2.5 في 10 أس ثمانية